أهلا بكم فشلت اللجنة الفنية الثلاثية لشؤون العمل والتي ترأسها وزير العمل لضال القطمين اليوم في التوافق على إقرار الحد الأدنى من الأجور واكتفت بإحالة ما توصلت إليه لمجلس الوزراء حيث اجتمعت اللجنة اليوم لتدارس موضوع الحد الأدنى للأجور ومبررات رفعه واطلعت على الدراسة الفنية التي شكلت لهذه الغاية وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب إن اللجنة لم تتمكن من الإجماع على قرار حول الحد الأدنى من الأجور حيث أن قانون العمل يتطلب أن يكون قرار اللجنة بالإجماع وبعكس ذلك يرفع الأمر لمجلس الوزراء تبدأ بعد غدنا ثلاثة فعاليات مؤتمر أنظمة الكهرباء العالمية الذي يعنى ببحث التحديات التي تواجه عملية ربط أنظمة الطاقة المتجددة الكبيرة بشبكات النقل والتوزيع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبد الفتاح الدراتكي قال في مؤتمر صحفي إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المعيين في قطاعي الطاقة والكهرباء في مجال استخدام أنظمة الطاقة المتجددة خصوصا مع دخول الأردن بقوة إلى هذا المجال بالعمل على عدد من مشاريع الطاقة المتجددة في الخدمة والاستخدام الفعلي وبالانتقال إلى سوق المال بلغ حجم التداول الإجمالي لليوم حوالي 7 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 6 ملايين وتسعمائة ألف سهم نفذت من خلال 3127 عقدا وعن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2157 نقطة بارتفاع نسبته 7% وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 124 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد أظهرت 47 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها وتسع وثلاثون شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها أما على المستوى القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 21% وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 77% وانخفض لقطاع الخدمات بنسبة 64% وبالنسبة للمساهمة القطاعية في حجم التداول فقد ساهم القطاع المالي بالنسبة الأكبر والتي وصلت إلى 65 و25% أما قطاع الصناعة فساهم بنسبة 23.5% قطاع الخدمات ساهم بنسبة 11.25% وبالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 38% التأمين الأردنية بنسبة 7% تقريبا أما الشركات الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك الأردن بنسبة 67% الأمل للاستثمارات المالية بنسبة 56% شكى عدد من أصحاب الفنادق في البحر الميت من ترد الوضع السياحي والذي ينعكس على دخلات المنشآت السياحية بالإضافة لارتفاع الكلاب التشغيلية في تلك المنشآت مشيرين إلى أن الخطط التي تقوم بها وزارة السياحة لم تأتي بنتيجة مطالبين بإعادة النظر على ضرائب القطاع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير ما زال القطاع السياحي في البحر الميت يعاني من ترد في أوضاعه مع انخفاض أعداد الزائرين الذي بات ينعكس على دخلات المنشآت السياحية بالإضافة لارتفاع الكلف التشغيلية في تلك المنشآة مطالب عديدة لأصحاب المنشآت السياحية في إيجاد أساليب جديدة لتنشيط الحركة السياحية في البحر الميت خاصة والأردن عامة والاستفادة من خبرات الدول الناجحة في جذب السائح نحن نحتاج إلى ترويج إعلامي خارجي للمناطق السياحية الموجودة عندنا وكما تعلمون أيضا أن الأردن يتمتع بفضل الله بنعمة الأمن والأمان لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين وزيادة إشغال السياحة الموجودة عندنا هنا في المنطقة نظر المثال على منطقة البحر الميت منطقة البحر الميت كما تعلم أن درجة أكسجين البحر الميت هي أنقى درجة أكسجين في العالم استهداف أسواق سياحية جديدة والعمل على تسويق وترويج الأردن عالميا إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية والمراكز الصحية اللازمة لإطالة فترة إقامة السائح في المنطقة حقيقة القطاع السياحي بشكل عام يرتكز على أولى أولويات الاستقطاب الخارجي للسياح وهو الأمن وهو الأمن في الأردن هو نفطه حقيقة وهنا يجب أن تتركز الجهود وكل الإمكانيات على توفير المناخ المناسب لاستقطاب السياحة الخارجية وزائرين الأردن سيما أنه لازم نوفر لهم كل الإمكانيات اللي لازم نوفر لها على أساس الإقامة السعيدة والإقامة الطويلة في الأردن العمل على برامج تسويقية خاصة وتخفيض الضرائب وتلفة الطاقة وضريبة الخدمات التي تحمل السياحة أعباء مالية وترفع من فاتورة الإقامة الفندقية إضافة إلى ضرورة التعامل مع السياحة العربية والأجنبية بأساليب حضارية جاذبة لاستقطاب مزيد من الزائرين للأردن أسامة العدوان رؤية أكد رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية نائل الكبريتي أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب للاتحاد للقيام بدوره في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في ظل التنافس الموجود وقال الكبريتي خلال مؤتمر صحفي إن الاتحاد سيعمل كجهة تمثل القطاع الخاص العربي ضمن رؤية واضحة وصدع استراتيجيات وأفكار ويتم طرحها على الجامعة العربية والأعضاء لتخفيف القيود التي تواجه التجارة العربية البينية وأكد أن وجود تعارض بالأنظمة والقوانين بين الدول العربية وتجميد بعض الاتفاقيات الثنائية أدى إلى تقزيم التجارة البينية العربية مؤكدا أن الاتحاد سيفكر في طرق جديدة لمعالجة ذلك والاستفادة من الأسواق العربية الكبيرة لتنمية التجارة بين الأقطار العربية وأضاف أن أهم قضية سيتم التركيز عليها في المستقبل القريب هي كيفية توحيد المواصفة القياسية العربية ضمن أسس محددة مؤكدا أن ذلك سيكون إنجازا عظيما لزيادة التبادل التجاري العربي وضعنا استراتيجية كيفية ممكن أن ننشئ آلية جديدة ولوبيينغ للضغط على دولنا العربية لتسهيل التجارة البينية بين الدول وهناك بعض المعوقات وخاصة بقضية الاتباقيات الثنية بين بعض الدول كيفية إحالة المحاولة لإزالة هذه المعوقات وكذلك تم البحث كيفية تنشيط الاستثمارات الإماراتية في المام الكردين هاشمية واستخطاب العمالة الأردنية خلال الفتر القادم أكد وزير الإشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسي أن الوزارة وبالتعاون مع جميع الشركاء وخاصة نقابتي المهندسين والمقاولين تسعى لمواكبة عصر التطور والتكنولوجيا في شتى مجالات الاختصاص لتقديم أفضل خدمة باستخدام المعايير والمقييس العالمية في شتى مراحل العمل والبناء وأشار هلسي خلال افتتاح أعمال مؤتمر نمذجة معلومات البناء بدورته الثانية أن الحكومة وبناء على توجيهات جلالة الملك أولت قطاعي البناء الهندسي والإنشاءات والإسكان اهتماما ضمن خطة الحكومة الاستراتيجية للإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر القادمة 2015-2025 وقال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع إن المؤتمر يأتي في إطار إسهام النقابة في بناء منظومة مجتمع أردني هندسي ومعرفي ورقمي متطورا تكنولوجيا وبهدف تطوير واستخدام التكنولوجيا في القطاع الهندسي الاستشاري الأردني وفق المرجعيات والمتطلبات العالمية والعربية والحسوسية في هذا الوقت الذي ترفعنا قامة المهند ذلك العالمية والعمل الثاني ترجمة نانسي قنقر